الإنسان صنيعة الإحسان ورب الجميل فعل الندب وشيمة الحر زخيرة الحمد وكسب الشكر استثمار السعادة وعنوان الكرم تباشير البشر واستعمال المضاراة يجب المصافاة وعقد المحبة يقطد المصح وصدق الحديث حلية اللسان وفصاحة المنطق سحر الألباب وشرك الهوى آفة النفوس وملل الخلائق شين الخلائق وسوء الطمع يباين الورع والتزام الحزامة زمام السلامة وتطلب المثالب شر المعايب وتتبع العثارات يضحض المودات وخلوص النية خلاصة العطية وتهنئة النوال ثمن السؤال وتكلف الكلف يسهل الخلف وتيقن المعونة يسن المؤونة وفصل وفضل الصدر سعة الصدر وزينة الرعاة مقت الصعاة وجزاء المدائح بث المنائح ومهر الوسائل تشفيع المسائل ومجلبة الغواية استغراق الغاية وتجاوز الحد يكل الحد وتعد الأدب يحبط القرب وتناسي الحقوق ينشئ العقوق وتحاشي الريب يرفع الرتب وارتفاع الأخطار باقتحام الأخطار وتنوه الأقدار بمؤاتاة الأقدار وشرف الأعمال في تقصير الآمال وإطالة الفكرة تنقيح الحكمة ورأس الرئاسة تهذب السياسة ومع اللجاجة تلغى الحاجة وعند الأوجال تتفاضل الرجال وبتفاضل الهمم تتفاوت القيم وبتزيد السفير يهن التدبير وبخلل الأحوال تتبين الأهوال وبموجب الصبر ثمرة النصر واستحقاق الإحماد بحسب الاجتهاد ووجوب الملاحظة كفاء المحافظة وصفاء وصفاء الموالي بتعهد الموالي وتحل المرؤات بحفظ الأمانات واختيار الإخوان بتخفيف الأحزان ودفع الأعداء بكف الأوداء وامتحان العقلاء بمقارنة الجهلاء وتبصر العواقب يؤمن المعاطب واتقاء الشنعة ينشر السمعة وقبح الجفاء ينافي الوفاء وجوهر الأحرار عند الأسرار الأسرار عند الأحرار وجوهر الوفاء ينافي الجفاء وقبح السمعة ينشر الشنعة واتقاء المعاطب يؤمن العواقب وتبصر الجهلاء بمقارنة العقلاء وامتحان الأدواء بكف الأعداء ودفع الأحزان بتخفيف الإخوان واختبار الأمانات بحفظ المرؤات وتحل الموالي بتعهد الموالي وصفاء وصفاء المحافظة كفاء الملاحظة ووجوب الاجتهاد بحسب الإحماد واستحقاق النصر ثمرة الصبر وبموجب الأهوال تتبين الأحوال وبخلل التدبير يهن السفير وبتزيد القيم تتفاوت الهمم وبتفاضل الرجال تتفاضل الأوجال وعند الحاجة تلغى اللجاجة ومع السياسة تهذب الرئاسة ورأس الحكمة تنقح الفكرة وإطالة الآمال في تقصير الأعمال وإطالة الآمال تقصير في الأعمال وشرف الأخضار بمواتات الأخضار وتنوه الأخضار باقتحام الأخضار وارتفاع الرتب يرفع الريب وتحاشي العقوق ينشي الحقوق وتناسي القرب يحبط الأدب وتعد الحد يكل الحد وتجاوز الغاية استغراق الغواية ومجلبة المسائل تشفيع الوسائل ومهر المنائح بث المدائح وجزاء السعاء مقت الرعاة وزينة الصدر سعة الصدر وفضل المؤونة يسن المعونة وتيقن الخلف يسهل الكلف وتكلف السؤال ثمن النوال وتهنئة العطية خلاصة النية وخلوص المودات يلحد العثرات وتتبع المعايب شر المثالب وتطلب السلامة زمام الحزامة والتزام الورع يباين الطمع وسوء الخلائق شين وسوء الخلائق شين الخلائق وملل النفوس آفة الهوى وشرك الألباب سحر المنطق وفصاحة اللسان حلية الحديث وصدق النصح يقتضي المحبة وعقد المصافاة يوجب المداراة واستعمال البشر تباشير الكرم وعنوان السعادة استثمار الشكر وكسب الحمد زخيرة الحر وشيمة الندب فعل الجميل ورب الإحسان صنيعة الإنسان الإنسان ترجمة نانسي قنقر